يبدو أن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي يسير بخطوات مشابهة لأسلافه فكثيرة هي الوعود التي أطلقها من دون أي إنجاز حقيقي على الأرض وباعتراف العديد من السياسيين والنواب البرلمان نواب في البرلمان قالوا إن العراق يمر بأسوأ حكومة لأن رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي لا يمتلك رؤية لإدارة البلد مشيرين إلى أن هناك خطوات متخبطة للحكومة وتأخرا في تقديم الموازنة وحل الملفات العالقة خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والملف المالي للبلد لا سيما ملف الملف الحدودية النائبة نهد الديني أشارت إلى أن الكاظمي لم يقم بأي عمل سوى الإعلام الصاخب وأن القضايا التي تطرق لها كالمنافذ الحدودية أو محاربة الفساد المالي والإداري لم تشهد أي تقدم فيما لم يرى من الكاظمي أي إنجازات على أرض الواقع وعلى الرغم من وعود الكاظمي بالقضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين إلا أن لجنة النزاهة النيابية قالت أن مستوى الفساد في العراق أصبح يهدد وجود الدولة كما أن هيئة النزاهة لا تستطيع حسم ملفات الفساد الكبيرة مثل تهريب النفط والسكراب وعقارات الدولة كثير من المراقبين أكدوا أن جميع الحكومات المتعاقبة على اختلاف مسمياتها تجري على نهج واحد وهو نهج الفساد وتغليب مصلحة الأحزاب والمصلحة الشخصية على مصلحة العراقيين فيما تبقى وعود محاربة الفساد حبيسة الوعود الإعلامية والانتخابية فلا فرق بين ما قدمه الكاظمي ومجلس مكافحة الفساد الفاشل الذي شكله رئيس الوزراء المقال عادل عبد المهدي